هذه الشيئلة إهداء من أم مهند مشعل أبو الصفاة لزوجها أبو مهند مشعل أبو الصفاة بمناسبة شفائه ورجوعه بالسلام سلامتك يا أبو مهند ونحمد الله يوم عافاك ولاباس ما جاءك والوقت العصيب وهو نحمد ربنا يوم عافاك ولاباس كل ما جاءك بط عصيبي وهو نحمد ربنا يوم عافاك ولاباس كل ما جاءك بط عصيبي يجعل ربي أغوى البالي أقاك من كل شر وكل جرحين عطيبي يليتني خذت المرض عن كل جاءك وتزير من بيت الخلايك طبيبي وهو نحمد ربنا يوم عافاك ولاباس كل ما جاءك بط عصيبي وهو نحمد ربنا يوم عافاك ولاباس كل ما جاءك بط عصيبي ورجعك بيننا ومين عقب فرقاك سعادة القلب الشفوق العطيبي اليوم تفرح دارنا بدقة افطال وهو نحمد ربنا يوم عافاك يابو مهند أنت نعم الحبيبي ونفرش الورد بصباحك وممساك ولا اتمش بينك عقب طول المغيبي وهو نحمد ربنا يوم عافاك ولاباس كل ما جاءك بط عصيبي وهو نحمد ربنا يوم عافاك ولاباس كل ما جاءك بط عصيبي وهو نحمد ربنا يوم عافاك ولاباس كل ما جاءك بط عصيبي ليجعلي ربي ياه والبال ياقاك من كل شر وكل جرحين عصيبي يليدني خذت المراب عن كل جاءك وتصير من بدي الخلايك طبيبي وهو نحمد ربنا يوم عافاك ولاباس كل ما جاءك بط عصيبي وهو نحمد ربنا يوم عافاك ولاباس كل ما جاءك بط عصيبي ورجعتك بيننا ومين عقب فرقاك سعادة القلب الشفوق العطيبي اليوم تفرح دارنا بحقية اخطاك ويهد الدهان كل غالي وقريبي وهو نحمد ربنا يوم عافاك ولاباس كل ما جاءك بط عصيبي وهو نحمد ربنا يوم عافاك ولاباس كل ما جاءك بط عصيبي حياتنا متين يوم بلياك يابو مهند انت نعم الحبيبي ونفرش الورد بصباحك وممساك ولاباس كل ما جاءك بط عصيبي وهو نحمد ربنا يوم عافاك ولاباس كل ما جاءك بط عصيبي 3 3 4 8 0 2 1 ترجمة نانسي قنقر